وأدعو معالي السيد هاكان في دان وزير خارجية تركيا لإلقاء كلمتي فليتفضل إنه من الصعب لأن نصدق من الذي حدث بالفعل في قطاع ألاف من المدنيين قتلوا في هذه العمليات أمام عائلنا كذلك أيضا هناك مأساة كبيرة في فلسطين وأصبحت هناك مذابح كثبيرة في فلسطين وليس هناك أي عذر من أجل تطبيق هذا العقاب الجماعي على الشعب الفلسطيني وما يحدث فيه قطاع غزة يجب أن هناك إدانة كبيرة لكل هؤلاء المدنيين الذين لقوا حدثهم في هذا الصراع إن المجتمع الدولي يجب أن يتعاون معا وإرسال الرسالة واضحة في هذا المناطف الخطير إن على إسرائيل أن تتوقف عن عملياتها العدائية وأن أيضا تتبع التاريخ الطويل وعلى إسرائيل أيضا تلتزم أن إسرائيل استغلت بعض أصلاقات من أجلي عشان عمليات ضد الشعب الفلسطيني وأيضا استهدفت المستشفيات ومن ناحية الأخرى أود أن أذكركم جميعا أن هناك أن هذا المساعدات المتوقفة على الشروط ليست من الحلول السليمة المستدامة ولكنها تعمق من الاحتلال لأن هذه السياسات تتجاهل المعادلة الكاملة وهو أن يكون هناك طرف فلسطيني كذلك أيضا يجب أيضا أن يكون هناك التزام بالقانون الدولي إن هناك يجب أن يكون هناك احترام للقيم والقيم الحقية حتى الآن إسرائيل استفادت من هذه الإخفاقات الكثيرة وكذلك أيضا أن إسرائيل تستفيد من هذه المواقف الحالية وتقول بأنها لديها تسامح ديني ولكنها ليست كذلك لأن إسرائيل قامت باستهداف المدنيين في القصة الشرقية وفي كل مكان في فلسطين إن أيضا إسرائيل قامت بسجن مئات الألاف من الفلسطينيين في قطاع غزة وتسمي ذلك بأنها حماية ضد الإرهاب إن إهانت حياة الشعب الفلسطيني فإن المعاناة الفلسطينيين تستمر ولكننا لن نسمح بالمزيد من إهانة للشعب الفلسطينيين لأن هذه الأزمة إذا ما استمرت فإنها قد تنتد إلى النطاق الإقليمي الشامل كذلك أيضا يجب أن يكون هناك حل شامل لسلام شامل في هذه المنطقة وهذا منعاطف الخطير يجب في هذا المعاطف الخطير وإن تؤمن تركيا بأن الطريقة الصحيح يبدأ من وقف العنف وتوصيل المساعدات إلى قطاع غزة كذلك أيضا يجب أن نستفيد من كل الجهود للعودة إلى مرة أخرى إلى مزار السلام القائمة على أساس دولتين وأن تكون هناك دولة فلسطينية مستقلة إلى ما قبل الحدود 67 وأن تكون القدس الشرقي عاصمة لها وهذا هو أمر ضروري ترديجي من أجل سلام وأمن المنطقة ونحن جميعا نتفق على ذلك ولكن هذا ليس كافا يجب أيضا أن نبدأ بتنفيذ هذه القرارات فورا في هذه المنطقة يجب أن تكون هناك آلية لمراقبة والتحقق من كل التزام الأطراف من أجل الوصول إلى سلام عادل وشامل إن تركيا ملتزمة في تحمل المسؤولية من أجل حماية كرامة الشعب الفلسطيني وحماية جميع الشعوب لذلك فإنني أشكر جمهورة المصر على استضافة هذا الحجز العظيم وعلى جهودها شكرا ترجمة نانسي قنقر